الجدل حول آخر هجوم كيميائي تم في دومة لم يتوقف الحديث عنه في سوريا مثلا مخرج سوري وهو همام حصري استنترى واستهجن استخدام وسائل إعلام الرسمية الروسية صورا من فيلمه الدرامي التمثيلي للقول إنها لقطات تمثيلية ملتقطة لضحايا يعانون من هجوم الغاز في سوريا التلفزيون الروسي بث هذه المشاهد ضمن تقرير كدليل بأن الهجمات الكيميائية مفبركة وقال التلفزيون إن هذه الفيديوهات بمثابة دليل واضح أن لقطات الضحايا مزيفة من قبل منظمة الإغاثة الخوذ البيضاء هذه الصور نفسها كانت انتشرت عام 2016 وتظهر الصور المخرج وفريق العمل ضمن التحضير وتصوير الفيلم الدرامية حول استخدام الغاز والتي حدثت بالفعل ويحكي فيلم رجل الثورة قصة عن هجوم بغاز السارين قرب دمشق في عام 2013 مشاهدين المزيد حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما في سوريا زوروا صفحتنا على يوتيوب لمتابعة موضوع مفصل عن الحادثة وردود الفعل عليها